أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تستهدف أن تكون هناك تنمية لعدد من المناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف دخول الدولة في استثمارات كبيرة واكتذاب استثمارات أجنبية ولفت مدبولي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى أنه تم إصدار قرار بتشكيل المجموعة الوزرية لريادة الأعمال مؤكدا أهمية احتضان الشركات الناشئة كما شدد مدبولي على أن انقطاع الكهرباء لن يعود مرة أخرى مشيرا إلى أنه تم تأمين الشحنات اللازمة لضمان عدم انقطاع الطيار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة اختتم وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي لقاءاته مع 12 عضوا بالكونغرس الأمريكي بلقاء كل من النائب ستيف سكاليز زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب والسانتور جون أوصوف عضوي لجنة الاستغبارات بمجلس الشيوخ والسانتور كريس بان هولين عضوي لجنة الفرعية لأعتمدات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ وأوضحت الخارجية في بيان أن اللقاءات أتحت الفرصة لاستعراض كافة جوانب العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية وما شهدته مصر من تقدم على صعيد حقوق الإنسان كما عكست اللقاءات إدراكا متزايدا من أعضاء الكونغرس للدور المصري البناء في المنطقة والتطورات التي تشهدها على مختلف الأصعدة والخطى الحثيثة التي تخطوها لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة على الرغم من الاضطرابات الجسيمة التي يعاني منها الشرق الأوسط دعا وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني وقال لامي بعد اجتماع مع نظرائه في فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا في باريس أن الجميع يريد أن يرى تسوية تفاوضية تمكن الإسرائيليين من العودة إلى ديارهم في الشمال وأن يتمكن اللبنانيون كذلك من العودة إلى ديارهم استشدى فلسطينيون وأصيبوا آخرون في غرات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة وأفادت وكالات الأنباء الفلسطينية باستشهاد ستة فلسطينيون وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع مما أصفر عن وقوع عدد من الإصابات كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع مما أصفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين قال الرئيس الأكردي فلودمير زيلنسكي أن الهجوم الذي تشنه كييف على كورسكا الحدودية الروسية أرغم موسكو على نقل 40 ألف جندي إلى تلك المنطقة وأوضح زيلنسكي أن الوضع في الجبهة في منطقة دونياتسك بشرق أوكرانيا مقلق للغاية حيث كان الجيش الروسي قد أحرز تقدما في الأشهر الأخيرة مشيرا إلى أن كييف تمكنت من تقليص قدرات موسكو